موسيقى موجز الأخبار من قناة طيبة أهلا بكم دخل مواطنون بالولاية الشمالية مباني أمانة الحكومة بضنغلة احتجاجا على تعيين الوالي المكلف عوض قدورة وهتف محتجون داخل مقر الحكومة في وجه الوالي الجديد وظهر الوالي قدورة في مقطع مصور وهو تحت حراسة عدد من مرافقه أعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 123 إصابة خلال أحداث التاسع عشر من ديسمبر وقالت الوزارة في تصريح صحفي إن 121 إصابة تم تسجيلها بولاية الخرطوم بينما تم تسجيل إصابتين بكسلة وأكدت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة في كل ولايات البلاد فيما تفيض مصادر إعلامية بوفاة أحد أبناء منطقة جيرف شريك أثناء مشاركته في مظاهرات التاسع عشر من ديسمبر طالب إبراهيم الشيخ رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان بتغليب المصلحة الوطنية العليا بالتنحي عن منصبه وأكد في ذات الوقت التزام قوى الثورة بالشراكة مع المؤسسة العسكرية وقال الشيخ في تصريح تلفزوني إنه لا مناصة من الشراكة مع القوات المسلحة على الرغم من مطالبة الثوار بألا شراكة ولا تفاوض مضيفا إنهم يريدون شراكة مع عسكريين يؤمنوا وصول البلاد إلى مرحلة الانتخابات العامة لون الانخراطة في تفاصيل الشأن السياسي دعا رئيس حزب الأمة القومي فضل برما المدنيين والعسكريين لعقد مؤتمر مائدة مستديرة لمناقشة قضايا السودان وقال برما في تصريح صحفي أن الهدف من المؤتمر الوصول لرؤية مشتركة حول كيف يحكم السودان بدل الصراع على من يحكم السودان وأعرب عن أمله أن تجد هذه الدعوة قبولا من جميع القطاعات للخروج برؤية واضحة لمعالجة قضايا البلاد نهاية الموجة شكرا لطيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة